الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخمار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي غزة حيث تم استقبال ما يزيد عن 1200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية كما تناول الاجتماع موقف التنفيذ الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية ومشروع المدينة الطبية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة حيث تم إصدار ما يزيد على 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه استفاد منها ما يقرب من مليونين و500 ألف مريض قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الدولة تتخذ عددا من الإجراءات لضخ سيولة نقدية كبيرة بسوق النقد الأجنبي للمساهمة في حل مشكلات نقص وارتفاع أسعار بعض الصلاع والمنتجات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات سعيا لإتاحة رصيد احتياطي منها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وأوضح مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار السلع واستقرارا وتوازنا بالأسواق وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقل الدولي أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية الإسرائيل في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى داخل قطاع غزة وزيادتها وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي سيفان سيجورني أطلع عباس الوزير الفرنسي على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني والجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة في غزة أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل وأضاف البيت الأبيض أن بايدن سيستخدم حق النقد أو الفيتو ضد المشروع إذا وصل إلى مكتبه وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود دعا وزير الخارجية الفرنسي استيفان سيجورني رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو لوقف فوري لإطلاق النار وتدفق هائل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وقال سيجورني خلال أول زيارة له لإسرائيل كوزير خارجية إن دور فرنسا كصديق هو إخبار قادة الإسرائيليين ببعض الحقائق التي قد يجدون صعوبات في سماعها وأضاف أن سكان غزة يعيشون تحت الحصار شبه الكامل وهم محرومون من الحد الأدنى من المساعدات التي يحتاجونها مشددا على ضرورة أن تتوقف المأساة في غزة شاركت وزارة الموارد المائية والرأي في جلسة المائدة المستديرة الإقليمية الثانية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة في منطقة البحر المتوسط ضمن فعاليات منتدى البحر المتوسط للمياه خلال الجلسة أكد وزير الرأي أهاني سويلم أن الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير على تحقيق الأمن والتوازن بين المياه والطاقة والغذاء مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه تختتم اليوم فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي استمرت فعالياته على مدار 13 يوما بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجامع الخامس وأقيم المعرض تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة بمشاركة 70 دولة من مختلف أنحاء العالم وألف ومائتي ناشر مصري وعربي وأجنبي وقد شهد المعرض تسجيل رقم قياسي في عدد زائرية انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل